باخرة محملة بأبقار مصابة بجرثومة الجمرى الخبيثة ستصل يوم الأحد إلى مرفأ بيروت بعد أن منعت من تفريغ حمولتها في اسطنبول خبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية وأثار ذعر اللبنانيين ما دفع بالمسؤولين والمعنيين إلى الرد البخرة رسميا ما تبلغنا أنه جاي على بيروت ليه؟ لأن كل البخرة بلا تجي على بيروت تعلمنا مجبورة تعلمنا قبل 48 ساعة تعطينا عنه خبر خطي أنه هالبخرة جاي نحن على لبنان ومين وكيلة؟ أنا إذا البخرة إجتوا راحت بدي حدا أنا كون أقدر طالوا ما بش عاركت وراها هالبخرة بتكون عندها وكيلة في لبنان لتعين له وكيل رسمي ولها الوكيل إذا كان تعين حد هلأ إذا كان تعين ما تقدمها أي جهة لهوي ولا حدا غيره بأي مستند يعلمنا أنه وصل البخرة على اللبنان أنا عندي معطيات عن إصحاب البخرة من إذا كان قابلي عندهم بواخر لأنه هالبخرة قبل ما أنا جاي على لبنان بس إصحاب إذا عندهم بواخر بيجي على لبنان مين وكيلة؟ عملت استقصاءاتي أنا والسطاف طبعيتي أنا والشباب والرؤسة المافيرز والعسكر تبيلنا مين كان وكيلة منه قدرنا نستثمر منه بعض المعلومات إذا كان كلف رسميا من أي جهة أو هو رح يتقدم يكون وكيل البخرة إذا أجل على لبنان اللي فهمت منه أنه أكد لي البخرة طلعت فاضي من تركيا فضت حمولتها بمرفق وحتى جاب لي بعض المساندية لأني ما أنا رسمية بس إنما موضوع أنه أتأكد من صحتها هي مرفق باندرما تشيليبي هيدا ميناء بتركيا بمطقة إزمير ورجعت راح هي بـ 18 شهر الماضي تفرغت حسب أقويله وراحت على إسطنبول بإسطنبول قعدت فترة ومن يومين بس أرر بريد يطلع من إسطنبول صارتها الداشة الإعلامية فما هي قصة الباخرة رحمة ولماذا أثيرت هذه الضجة حولها